اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنشتغل في الفيديو النهاردة طابلو رمضاني على كوستر خشب شكله جميل انا اشتريت الطابلو ده هو جاي مع التلات قطع دولي هنزله منه علاقات طابلو ده ب 35 جنيه من عند محلات الخيوط هستخدم ابرا مقاس خمسة وهستخدم خيط مكر سلسلة ممكن تستخدمي خيط مكرمية عادي انا هستخدم اللونين دولي هدخل في كل فتحة من الفتحات اللي موجودة في الكوستر ده وهشتغل فيها اتنين حشو اول حاجة هجيب الخيط على الابرة هعمل غرزة حشو طايرة بدخل وبسحب الخيط وبطلع من الحلقتين دي كده اول غرزة حشو معي في نفس المكان هشتغل كمان غرزة حشو هروح للفراغ اللي بعديه هشتغل في اتنين حشو همشي كده الدور كله بنفس الطريقة عشان ما الفيديو ما يكونش طويل همشي في كل فراغ هشتغل في اتنين حشو بنفس الطريقة كده وهرجع لكو تاني هشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور عملت في كل فراغ موجود معي اتنين غرزة حشو انا كان معي ستين فراغ لما عملت في كل فراغ اتنين حشو بقى معي مية وعشرين غرزة حشو دلوقتي هسحب الخيط من اخر غرزة بالشكل ده كده هجيب ابرة التنظيف انا طبعا حرقت الطرف بالولاعة عشان ما يكرش هدخل الخيط فيها هاجي عند اول غرزة حشو وادخل فيها بالشكل ده كده هسحب الخيط لقدام هعدي من فتلة الخارجية عندي فتلة امامية اهيه فتلة خلفية هعدي من الفتلة الخلفية ادت معي شكل غرزة الحشو اهيه هدخل الخيط في الشغل من ورا وهرجع له كتين ودخلت الخيط الزيادة اهو في الشغل تحت الغرز من هنا هقص الخيط ده في الاخر واحرقه بالولاعة دلوقتي هنبتدي الغرزة بتاعت الطابلو الاطار اللي عايزين الطابلو فهدخل في اي فراغ موجود هجيب اللون اللي انا عايزة ادخله واسحب الخيط هرتفق اتنين سلسلة كده واحد كده اتنين هبتدي الغرزة دلوقتي هلف الخيط نلف الخيط على الابرة خمس مرات كده اول مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة هدخل في الغرزة اللي بعديها على طول واسحب الخيط هطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد ما اصحبت الخيط بطلع من اول حلقة هطلع من الحلقة اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها هطلع من كل حلقة بالشكل ده كده دي الغرز اللي هقفل فيها دول الاتنين سلسلة اللي انا ارتفعتهم دولي اللي هقفل بهم بنهاية السطر بعد ما طلعت من الحلقات كلها هسحب الخيط وهشتغل غرزة اهيه بعد كده هلف الخيط على الابرة خمس مرات كده اتنين تلاتة اربعة خمسة هدخل في الغرزة اللي بعديها على طول واسحب الخيط اهو هلف هطلع من الحلقات كلها مع بعض كده من اول حلقة من التانية من التالتة من الرابعة من اخر حلقة التانية هومت بعد كده هشتغل غرزة نكون معيه بالشكل ده كده شكلها جميل جدا ومميز اطار لتزيين الطابلو هلف الخيط الابرة خمس مرات كده اول مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة هدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبسحب وبسحب الخيط وبعد كده بطلع من الحلقات كلها بمسك بمسك كل حلقة واطلع منها بالشكل ده كده اهو وبشتغل غرزة شكل الاطار جميل جدا لو كمل هيدي شكل طحفة يبقى انا بلف الخيط على الابرة خمس مرات كده اول مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبسحب الخيط وبلف وبطلع من الحلقات كلها مش بلف قصدي بطلع من الحلقات كلها على طول كده اتنين تلاتة كده اربعة كده خمسة ودي الغرزة اللي كايت اسية معي على الابرة وبعد كده بلف وعمل غرزة وبعد كده بلف الخيط على الابرة خمس مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بروح للغرزة اللي عليها الدور وبسحب الخيط وبطلع من الحلقات كلها كده اول حلقة كده التانية كده التالتة كده الرابعة كده الخمسة ودي الغرزة اللي كانت على الابرة بعد كده بشتغل غرزة سلسلة اهو وبعد كده بلف الخيط على الابرة خمس مرات وبدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وبسحب الخيط وبطلع من الحلقات كلها كده اول حلقة كده التانية كده التالتة كده الرابعة كده الخمسة ودي الحلقة اللي كانت معي وبعد كده بشتغل غرزة هتدي معي الشكل ده كده وبفضل مكملة السطر كله بنفس الطريقة داير ما يدور البرويس او الاطار اللي انا بشتغله وهرجع لك تاني اواريك وانشتغل اي تاني كملت بنفس الطريقة هنا اشتغلت عشر غرز جنب بعض بقت كده كنت بعمل سلسلتين واسيب غرزة من تحت وبشتغل غرزة هوريهالكو دلوقت سير بعده هما اشتغلت الغرزة ارتفعت سلسلتين هلف الخيط على الابرة خمس مرات وبسيب غرزة من تحت وبدخل في الغرزة اللي بعديها وبشتغل الغرزة عايدي بطلع من كل حلقة كده اول حلقة كده اتنين كده تلاتة كده اربعة كده خمسة ودي الحلقة اللي كانت موجودة معي على الابرة وبعد كده باخد غرزة وبشتغل سلسلتين وبالف الخيط على الابرة خمس مرات وبسيب غرزة وبدخل في الغرزة اللي بعديها وبشتغل الغرزة بنفسها بلفش بطلع من حلقة على طول بطلع من التانية بطلع من التالتة بطلع من الرابعة بطلع من الخمسة وبطلع من الحلقة اللي على الابرة وبعد كده بشتغل غرزة وبكمل بنفس الطريقة حد ما اوصل لنهاية الدور زي ما هنا اشتغلت عشر غرز جنب بعض هشتغل برضو في التراس هنا عشر غرز جنب بعض واكمل شغل مفرغ بنفس الطريقة دي المفرغ جنب الغرز من فوق هنا الغرز عملتها جنب بعض لشان اعمل اعرف اتحكم في العليقة انما الغرز المفرغة هي طريقتها سهلة كل الفرق ان انا بشتغل غرزة عايزة بين كل غرزة وغرزة سلسلتين وبسيب غرزة من تحت هكامل وارجعلكتين اشوف هنقفل السطر تزي اشتغلت بنفس الطريقة ووصلت لنهاية الدور وهنا اهو بقى معي عشر غرز جنب بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهنا عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دلوقتي هروح اقفل بمنزلقة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية لان ده النص اللي هعلق فيه اهو عشان انا عملت الخيط في النص بالزبط هلا اقدى حجم العلاقة اللي انا عاوتيها هرتفع بالسلاسل اشتغلت اهو 15 سلسلة وهكتفي بحجم العلاقة يكون كده انا كده اشتغلت هنا منزلقة لما قفلت السطرة هروح للغرزة اللي بعديها وهاشتغل فيها غرزة منزلقة بالشكل ده كده بعد كده هرتفع بالخيط هاقصو بالولياء طبعا الخيط ده بدخلو في الشغل من جوه بالوقت نبتدي نشتغل غرز منزلقة هنا حوالين الاطار كده في الاخرام اللي جوه بابتدي اصحب الخيط هادخل في كل فراغ من الفراغ اللي موجود معي على الكستر الخشف اللي معي ده وباشتغل فيه غرزة منزلقة انا بدخله باسحب الخيط وباطلع من الحلقة بدخل وباسحب الخيط طبعا الخيط ده هنبنلضمه ورا وباطلع من الحلقة بالشكل ده كده هكمل غرز منزلقة حوالين الاطار وارجع له كده اشتغلت حوالين الاطار كله غرز منزلقة دلوقتي انا خلصت اخر غرزة هاسحب الخيط طبعا هاقصه جيب ابرة التنظيف هادخل فيها الخيط بالشكل ده كده انا هنا عندي اول غرزة منزلقة اشتغلتها هاجي فيها من فوق كده بالابرة هسحب الخيط وهنا عندي اخر غرزة هادزي من الفتلة اللي هي للبرة وانزلو التحت هادي معي شكل الغرزة المنطلقة اهو بالوقتي هالفها على ظهره هلضم الخيطين اللي بردوا في بعض اللي هي بتاعت اول خيط في خرز المنطلقة واخير خيط اهو بلضمهم في بعض بعد كده هادخل الخيوط الزيادة دي في الشغل من جوه وارجعلكو تاني او ريكو هنعلق الكتع الخشب الصغيرة ازاي وعلقت الطرفين دولي اهو بالشكل ده كده بعدد سلاسل بتتتفع عدد السلاسل اللي انت عاوزها وتعملي عقدة في الاخر يعني انت تغذي سلاسل من هنا وتنزلي بها تدخليها من الخيط وتعملي عقدة لشان ما تفلتش على حسب انت عاجم السلاسل اللي انت عاوزها هنا ارتفعت 10 سلاسل وهنا 10 فيه قطع تانية بس لقيتها مكسورة المفروض تنزل من النص بارتفع لها مثلا حوالي 15 سلسلة بتنفروض تبقى اطول من دولي بس لقيتها مكسورة فهنا هكتفي بالشكل ده كده هيكون معي بالشكل ده كده طب له رمضاني شكله جميل وغرزته مميزة لو عجبكم الفيديو او استفعتم منه اعملوا لايك واشتراك في القناة شكرا 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 شكرا